بسم الله الرحمن الرحيم نكمل في الجهاز الهضمي النهاردة ونكلم على ال-digestion وعملية ال-absorption ال-digestion are hydrolytic enzymes يعني انزمات محللة مائيا بتحلل باضافة الماء that breaks down the substrates into small nutrients molecules يعني بتكسر المواد المعقدة الى مواد بسيطة ده عملية الهضمي طبعا البوليمر تحوله الى monomer able to absorb through the plasma membrane in the small intestine علشان كده يعني معظم الانزمات القناة عبر عن ايه? hydrolytic enzyme ال-digestion occur in number one in the buccal digestion او الموث وطبعا ده عن طريق الصلايفة اللعب رقم اتنين gastric digestion لو صار على المعدي and number three intestinal digestion وده الفاين او الفاينال digestion عن طريق البانكرياتيك من دي الانتستاينال جوز العسرات المعادية والمعوية والبانكرياسية والصفروي اول حواحد خالص والباكال ديجيشن هضم في الفم ماوس هاز نيوترال بي اتش الفم طبعا البي اتش بتاعه نيوترال تقريبا about seven only chemical ديجيشن of starch begin in the mouth يعني مافيش غير هضم النشا في الفم وده بيتم طبعا بواسطة salivary amylase لان ده الانزيم الموجود في الفم طيب الاستارش ده في وجود المية طبعا احنا قلنا الانزيمات ده هيدروليتك يعني تكسر بإضافة المية يتحول لإيه سكر سنائي اللي هو داي ساكرايد اللي هو سكر الملتوس وده قلنا قبل كده ان الامylase مايقدرش يحاول البوليساكرايد اللي هو البوليمر ده الى مؤنمر لا يحاوله الى داي ساكرايد وبالتالي بأنت لازم تكمل عملية الضيجيشن وتحاوله الى المونوساكرايد والجلوكوز يبقى ده فريست الضيجيشن اللي هو الباكال ضيجيشن only ضيجيشن of the starch by the salivary amylase number two والجاستريك ضيجيشن وضع الهضم في المعدة وفي المعدة بيحصل فيها طبعا بوريتين ضيجيشن يبقى البوريتين ضيجيشن بيجينز in the a in the stoma طبعا احنا قلنا لو صار المعدية فيها intrinsic factor فيها HCL وفها البيبسينوجين الوظيم بتتطلع لك انزيم البيبسينوجين والبيبسينوجين طبعا بيبقى inactive form ده inactive form صورة غير ناشطة وما للصورة ناشطة مين ده ده اكتيف يبقى ده الصورة الناشطة وبالتالي بيبسينوجين محتاج ان هو يتنشط نشط بسط مين ال ويتحول من البيبسينوجين الى البيبسين اصبح الوقتي طبعا في وجود المية ويحول برضو محتاج انه تتحول بعد كده الى فمحتاج ولي بيتمى طبعا فين في الانتستاين ال وده الهضم ركم دلات قلنا في الفم من تبقى في السترش في الستمك من البروتين لكن في الانتستن ما فيش مكانها تعمل الهضم فيه تاني فلازم يحصل فيه الانتستن طبعا تبدأ بيه اول خطوة ان الطعام جالك من المعدة كده موجود كده ぉ 快 لك حميدة لازم اول خطوة لانك تعمل عملية neutralization by the carbonate and also this the الموجودة في البايل في البايل جوس ده زاد سيكريتيد ان ذا بانكرياتيك جوس جيف زا ستة بالميديوم اللي هو البيسيك اه بيتش وتبقى طبعا اباوت ايت طيب خلاص احنا عملنا النيترولايزاشن يبقى البانكرياتيك جوس اه انزيمز الانزيمات اللي موجودة في البانكرياتيك والموجودة اه في حتى بتاعت الامعانة بسها ممكن تعمل عملية للفوت فاول بانكرياتيك انزيمز او الواحد بانكرياتيك امايليز لكن كان بيشتغل فين في الفم والبيتش بتاعته كانت حوالي سبعة هنا ده بيشتغل فين في الاسمول انتستين وبرضو فوقت المياه بيحول الاسكر ملتوز دايسكرات برضو البيتش بتاعته هنا تماني التريبسين والكيموتريبسين الاثنين موجودين برضو موجودين في صورة او الكيموتريبسينوجين في وجود الهكسوكينيز بيحول الكيموتريبسينوجين وتريبسينوجين الى تريبسين وبقى كده مستجاهز لي اداء وظيفته ان يحول برضو البروتين في وجود الووتر طبعا لانه هيدوريتك انزيم الى بيبتايتز بعد كده البانكرياتيك لايبيز برضو اللي بيمن اسمه كده بقى يعمل دوجيشن للفات والفات عشان يحصل لها دوجيشن لازم يحصل عملية ده قولناه قبل كده ان انت ايبل تو اه تشينج الفات جلوبية للفات دروبليتز الكرة كبيرة كده اللي حقا لها قطيرات صغيرة بواسط طبعا البايل اي نوع من البايل اللي احنا قلناها قبل كده طيب البايل سولتز عمل يبقى يجي الفات ايزي فور لايبيز تو دوجيشن للوقت سهل جدا للايبيز ان يعمل دوجيشن للفات فوجود الماء طبعا يحاولوا الى مونجلسرول وفاتي اسد اه اللي بيحصل لها عملية ايه ابسوربشن على طول باي اه سيمبل ديفيوجن اطمان متاسة على طول وتوصل للخلايا ومن الخلايا ترجع تدخل ليه الليمف على طول الاعاية الليمفهوية. البايل جوس اه هاز نو انزيمز ما فيش فيها انزيمز لكن فيها ايه بايل بيجمند وفيها بايل سولتز لصدهم وبتسهم طوروكوليت وصدهم وبتسهم جلايكوكوليت اللي هي كانت بتعمل ايه اللي بتعمل عملية لالفات البايل سولتز دايوز دي كوليسترول زي ما قلنا بلكده عشان كده اه قلنا ان الكبد بيساعد في تنظيم الكوليسترول اللي بيحاوله الى املاح الصفراء اللي بتنزل في الخنون الهضمية بتساعد في عملية امولسفكيشن وفات الخطوة بعد كده انا بيحصل عملية تكميل لعملية الهضم اكمل الهضم اللي بدأ في الستومك اكيرد باي زي اندستاينال بيبتايديز لالبراش بوردر انزيمز البيبتايز يحاول البيبتايديز الى اماينو اسد افسوربت باي اه فاسيليتاتي ديفيوجن او باي اكتف ترانس بورد ده بالفاسيليتاتي الدرانس ديفيوجن اللي هو الميسطر طبعا تريد كارير وده الاكتف ترانس بورد نفس الكلامة تريد كارير لكن ده فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن او فروم لو كونسنتريشن تو هاي كونسنتريشن او تعمل برضو كوميل الداجيشن لالستارش باي انتستاينال مالتيز او عندك في المعدة برضو من ضمن اللي هو البراش بوردر انزيم عندك لديه ضي ساكريةيزيزيزيزيزيز. ضي ساكريةيديزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزو ليط بقى انزيمات اللي بتكسر السكيرات السنوية للسكيرات واحدية زي المالتيز زي اللاكتيز زي، زي السكريازيزييزيخاتيزين يحاول المالتوز ways GuerскоеME وجلسنتريغيس يحاولول الاكتوز الي جلسنتريجيخاتيزيكاتيجالاكتوز يحاول سكروز الي جلسنتريجيخاتيالاكتوزي 경우Mer fuels queen يمتص برضو زي ما قلت لك برضو زي ده برضو زبط برضو اما يكون فاسيليتاتي ديفوجن او الاكتف ترانسبورت اكورد انجوتوزة كونسنتريشن جريديينت يبقى ده باختصار كده هضم في الماث بس ليه الستارش نيجي هنا في الستومك هيعمل ديجيشن للبروتين حول البطايد عن طريق البيبسن نيجي بعد كده في الانتستين ويعمل لك بقى طبعا ديجيشن للستارش والبروتين يحول البطايد وكمان ليه الباقي اللي هو يحولوا لك الامينو اسيد والملتوس يحولوا لك الجلوكوز يبقى معمس والفاتس الاول يعملها ايه عملية حولها بعد كده يحولها للفاتس الوجليسرول وكده خلصنا الدجيشن يبقى لو قلنا مثلا على الدياجرام ده 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 الستارش في وجود الانزيم يبقى اميليز يتحول يبقى سكر ايه سنائل والملتوس يجي مالتز مثلا يحولوا الى جلوكوز يمتصل على طوله الامتصاص اللي بقولك عليه ده حاجة من اتنين من تركيز اعلى تركيز اقل يبقى فاصلتات ديفيوجة طب من تركيز اقل تركيز اعلى داخل الخلية يبقى الخلية تبزل طاقة عشان كده بنقول انه ده يبقى اكتيف يطلع من الخلايا بقى بثلال سير الموجودة في الانتستاين الول ليه البلود يبقى متصل السكريات الجلوكوز الى البلود فيزلز بيطلع بعملية الفاسيليتاتيد ديفيوجة النقطة التانية مثلا اللي هو هضم البروتين برض نفس الكلام اما يكون بيبسين في الستمك او تريبسين في الانتستين يتحول الى البيبطايدز يجي البيبطايدز موجود في الانتستاين الول يحوله الى امانو اسيدي ومتصل زي ما قلت لك برضه من التجويف الامعاء الى الخلايا عن طريق الفاسيليتاتيد ديفيوجن او الاكتف ترانسبورت اكوردنج توزة كونسنتريشن جريدينت يتنقل بعد كده الى برضه البلود فيزل وبرضه عن طريق الفاسيليتاتيد ديفيوجن الفاتس بقى الفاتس لازم تتحول من فات الدوجلوبيول الى فات دروبليتز بواسطة اه بواسطة البيبطايدز يبقى صلاة امالسيفيكيشن بقت عندك فات دروبليتز بقى عن ترايجليس راد يعني دهون سلسيه يجي انزيم اللايبيز اللي هو البانكرياتيك ليبيز ويحاولها الى مونجلوس رايد وفاتي اسيد تدخل الخلية هنا بقى بسطة اه فاسيليتاتيد ديفيوجن لا اكتف ترانسبورت لا سيمبل ديفيوجن لان ده فاتس باسيز ان دافاتس سيمبلي او ازلي ويرخل جوه الخلية يعني يحصل اتحاد ما بين الامينو اسيد والفاتي اسيد السوري المونجلوس رايد مع الفاتي اسيد تاني ويرجع تاني يبقى ترايجليس رايد مرة اخرى يرتبط مع مين مع البروتين ويكون حاجة سبولي الايبوبروتين او الكيلو مايكرونز بتبقى فير لارج بالنسبة للبلوت فيزلز انها تمر في البلوت فيزل عشان كده بتعدي من عن طريق الاكزو سايتوزيس الاكزو سايتوزيس اخراج الخلية وتطلع توصل اللي هو اللي موجود فيه في الله يبقى ده برضو جرام بيوضح لك كربويدريتس دايجيشن وعملية ترانسفورت بتاعها والابسوربشن عن طريق البلوت كابيلرز والامينو اسيد برضو عن طريق البلوت كابيلرز يقول لك ابوروتين تريبسين وبيبسين بيبطايدز يبقى بيبطايدز يتحول بامينو اسيد يرخلها طول على السيل على البلوت تاب بالنسبة للفاتس لازم يبقى الباقي السولتس تحولها لك الاول يجل لايبيز يحولها لك المونجلسرايد وفاتي اسيد ترخل عن طريق تكون الكيلو مايكرونز ترخل عن طريق اليمفاتيكابيلرز او الليكتيال فيزلز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لانه خلاص ده ابسوربت في البلوت كابيلرز ده ابسوربت فيه الايه اللاكتيال فيزلز وده السبب برضو ان القطر بتاع هنا البلوت فيزلز او اللي مفاتيك فيزلز هنا قطر واسع فممكن تحمل الايه عن طريق الايجروسايتوزيس يخل عن طريق الكيلو مايكرون ده لكن هنا السقوب اللي هنا ديئة مما تقدرش تحتوي وتمرر الدهون لكن تمرر امينواثل وتمرر الجولوكوز وكده ابقى احنا ايه خلصنا الهضب وقلنا الانزيمات ودورها في كل المكان يعني لما تيجي البسط هنا مثلا هتلاقي الكاربويدريتز مثلا سليفرا اميليز بريدوز ده بيشتغل فين فيه الماوس البي ايتش بتاعته حوالي سبعة زي ما قلنا الدوجيشن بيبقى ستارش ويحوله الملتوس سكر سنائي طيب اللي زي ومين اللي هو البانكرياتيك عميليز بيعمل نفس الكلام بالضبط لكن ميلي بينتجه البانكرياس بيشتغل في الاسمول انتستين البي ايتش بتاعته بيسك تمانية لكن بيقد نفس الاداءه طيب السكرات بعد كده الاوحدية اللي هي السنائية لازم لها انزيمات لها موجودة في الاسمول انتستين وتعمل في الاسمول انتستين وطبعا بيش بتاعها ايه متعادل حولك السكرات السنائية الاوحدية على طول عشان كده تنتص بنسبة للبروتين دوجيشن فعندك البيبسين وعندك التيبسين وعندك البيبتاديازية البيبسين ده موجود في الجاستر الكلان بيشتغل في المعدة وسط durant Knock чтобы التريبسين موجود من البانكرياس بيشتغل في الاسمول انتستين وصفoque قاعده البيبتاديازية في الاسمول انتستين ويشتغل في الاسمول انتستين بيتش بتاعه طيبامانية كمتو09ه مـلسبب ، التريبسين وفي لحول البيبتايد والبيبطايدازي اللي تحت يشتغل على البطايد ويحاولوきた Bu والببتائيديزيس طبعا ايه انواع كاربوكسي ببتائيديز وامانو ببتائيديز اللي هو الاكزوببتائيديزيس او يبقى اندوببتائيديزيس بيعمل بريكس داون للبيوتائيدي باند انسايد نيوكليك اسد دايشن نيوكلييزيس و نيوكليو صايديزيس نيوكلييزيس جاي من البنكرياس بيحاول طبعا بيشتغل في السمول انتستين و البيتشي بتاعته تمانية يحاول RNA أو DNA في جضا مياه لنوكلوطايد يجي نيوكلوصايداس برضو تفريز وبيعمل في السمول انتستين البيتش بتاعته برضو تمانية بيحاول النيوكلوطايد إلى بيز وشوغر وفسفاد الفاد ديجيشن طبعا عن طريق اللاي بيز اللي بيفروز طبعا بانكرياس واشتغل في السمول انتستين بيتش بتاعته تمانية وطبعا لازم يحصل يحوز الفاد روبلتس إلى بعد كلا منوكلوسترات وفاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته